احنا بنتكلم على مصريين مرتبطين دايما بالانشاد الديني بنكلم على النقشبندي بنكلم على نصر الدين توبير شايف ازاي ارتباط المصريين بهذه المشايخ الأجلاء ايضا وازاي قدروا اللي هم يأثروا في وعي وثقافة المصريين الرحمة الله عليهم دول كانوا صدقين جدا لذلك يعني حتى القراء اعتبر مصري دي الدولة اللي صدرت الانشاد الديني اللي علم كله صحيح يعني تلاقي مثلا جنوب شارع اسيا كل مثلا اندونيسيا كل البلد دي كلهم يقلود الشيخ عباسة عبدالصامد الشيخ مصطفى اسماعين حتى في الشيخ بتاعاتنا مثلا حتى في الوطن العرب يعمون من كلهم كل اللي هم بيقولوا ده ما فيش جديد خالص ثم بيقولوا الشغل بتاع الشيخ طهال فشني الشيخ نقشبندي الشيخ ناصر الدين طبار يعني حتى الالحان اللي اتعملت دي هم بيقولوها ممكن يقولوا يعني بيرددوها لكن يا مصر اللي صدرت ده الانشاد ده للعالم كله انا بالنسبالي طبعا دي كتدي المدارس اللي احنا تعلمنا منها بكافة انواحها بقا يعني من اول الابتهالي اللي بقى في المسجد انتعارف فيه الاول اللي ابتهالي من غير موسيقى في المسجد صحيح او في بقى الزكر السلطاني ذكر برضو انشاده من دي حرصول بالمسجد برضو من غيرات موسيقية في بقى اللي هو مثلا ايه الشيخ فلان مثلاً وبيطاناتو الشيخ علي محمود وبيطاناتو البطانان اللي يعتبر بلغة العبدالعص الكرال أو الكوراس في بقى الأغانية الدينية مين في دول قريب لعلبك؟ الفشني أو النقشباندي أو ناصر الدين؟ أنا حبيت كل دول بس أنا كنت قريب أوي من أمير المبتهلين من نعم ربنا علينا كنت في صداقة عمري مع الشيخ محمد عمران أمير شيخ محمد عمران دا بيعتبر حاجة كده مالوش وصف بس عايز أسألك سؤال الجيل الجديد مين فوجة نظرك النهاردة ينفع يبقى مدرسة كبيرة أو شايفه في المستقبل يبقى اسم كبير زي الأسامي دي؟ مفيش يعني حتى مدرسة مفيش في مصر ولا يعني مفيش حتى مدرسة الإنشاد الديني نفسها الحالان في مدرسة الإنشاد الديني بتاع الشيخ محمود ابن عم الشيخ السيني التهامي كل اللي بيتقال يعني كل الألحان اللي بتقال بالنسبة اللي بتعلمه مثلا جلما أنشاك ميلاده طه أيها المختار يعني الحاجات الموجودة دي اللي معلمة قوي أمور كتير قوي تغيرت في مصر مش في الإنشاد كمان حتى في اللغة حباك هنا اتكلمت على حاجة في غاية الخطورة لما احنا اللي كنا مصدرين للإنشاد الديني نهاردة ما عندناش شباب لا ما عندناش شباب كمان يعني فيه شباب بتظهر كما بس أنت قالت لا أنا الحمد بالله بالعلمين يعني ما أنا أعلم حاجة عندنا أصوات قادرة اللي هي الجيل الموجود دلوقتي فيه أصوات بسم الله ما شاء الله الشباب وبنات فيه منشدات حاجة جميل قوم برضه من خارجين بنات إنشاد الديني حاجة 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 مباشرة بس فين المجال كان أصوات الحفلات أضواء المدينة الزمان دي أو الليل التلفزيون بس ربك ضعف عندي هنا إزاي الليل التلفزيون خدم حضرتك وأثر فيك يعني احنا لحد دلوقتي الحفلات اللي بعملها في الأبرة يعني الحفلات بتاعت الإنشاد الدين حفلت بالنسبة الرمضان طبع وزارة الثقافة بنعملها في الأبرة حتى ساعة كان عندي قريب حفلات في المعادة الموسيقى العربية اللي فرامسيسا فدي حاجة مهمة جدا النهاردة مش الشباب اللي طالع كلها اللي موجودة بتغني كويس كل حاجة بس فين المجال يعني زمان كان فيه فيش حفلة لازم تلاقي فيها مطل شعب أضو حاجة بالمجال المساحة فين المساحة اللي موجودة اللي تظهره دي شيء أساسي احنا عرفنا من رئيس محمد طه مودي علامة من علامات مصر حفلات التلفزيون كان موجودة وكانت حاجات الجميلة بتاعت وبعدين المرضى فيه حاجة كمان اختفت خالف دلوقتي الارتجال يعني العلم فنان الشعبي يعني انه هما يبتكروا مثلا انشودة أو حاجة الانشاد الديني عموما أو علم النغم أساسا في القرآن أساس علم النغم إنما أي حد من الأئمة اللي رحلوا اللي هم الأسامة الكبيرة لازم تكون المدرسة بتاعته مشايخ السيدة مكرثومة تضرب على دين المشايخ محمد عبواب على دين المشايخ لا بكامعة الارتجال بقى الفنان الشعبي يعني أنا مطلب شعبي يعني جول إنشاد حاجة والفن الشعبي حاجة الفن الشعبي اللي احنا بنقوله فن شعبي أنا بقول موال مثلا بحسس الناس على الجيرة على صلة الرحمة على الأم لمناسبة اللي احنا موجودين في شهر كريم في عديد من صفات الرحمة والتسامح ايه من المواويل الخاصة بحضرتك اللي نسمعها وفيها رسالة شوف أنا آخر كان حاجة الحاجة اللي هي بالنسبة لك المصنفات كان اسمها سوق البشر سوق البشر سوق الحلاوة جبر لا دي اللي غنيتك في برنامج في لبنان كده بس المصري سوق الحلاوة جبر دي حاجة بتاع فايد محمد فايد لا ده سوق البشر دي منتكلم عن الوضع الحالي ففيه بليه بيتكلم عن الجيرة هقولولك بس اقولك الأولان اللي قبل منه اللي هو المفروض احنا بنقول للناس ايه يا 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 ليه الراجل الحر الراجل الحر تتمنى تكله جار يحميك من الشر الهضله كما الأشجار ويحطي ايده في ايدك عالزمان لو جار العشرة هي كده والجيرة ليها أصول العشرة هي كده والجيرة ليها أصول الود بين الجيران لازم يكون موصول كلام قالولنا عليه كلام قالولنا عليه عن دين وأهل أصول سمعنا إن الرسول وصل سابع جار الله ده فعلا نحن النهاردة نفتقد القيمة لأنه دلوقتي كلها تفحاله تفحاله بقى دي بقول فصول بعشرة دخلت دخلت ببيت مليان سكان عايشين عايشين أغراب والاسم جران الناس من بعض بيتداروا الناس من بعض بيتداروا والجار بقى خايف من جار وما بقاش في حبي ولا مودة كان عصري جميل ولا وعدة الكل بيجري ورا المدة غيبوبة ومن هزاي حنفوق ومشيت في السوق بيتداروا كل بيجري ورا المدة